موسيقى 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 كيف رح أسوسة موسيقى 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 لماذا تخصروا من الدواء وموسيقى شكراً لحضوركم وموسيقى هذه الدواء تخليداً للمرأة منذ التأسيس الموضوع المهنى ومرأة العاملة نعطيه اهتماماً وداخل قوانيننا هناك تمثيل المرأة المهنية إذا اليوم في إطار تخليد اليوم ننظم هذه الدواء التنمية الذاتية أخطر إصنعي نجاح وكذلك وقع الاختيار على دكتور في مجال التنمية الذاتية وهذه محطة من دمنا المحطة في المستقبل يكون خاصة في اليوم سائقات كالنقل سائقات، كالإدارية، كالقوم وسيئرة شركة اليوم كالنقل ولجت له النساء بقوة واليوم نحن داخل المنظمة دينا تمتيلية للمرأة، وهذا الغرض يمكن أن ننظمها هذا الدوار مجموعة من نقابة الأحزابية أيضا تدعي أنها تدافع المرأة ولكن لا نرى في مركز القرار، بالنسبة للمنظمة ديناتك مش حطين المرأة في مركز القرار؟ بطبيعة الحال، أعتقد أن أول مرأة توجد في مركز قرارها داخل المكتب الأمن العامة في جهاز نفيدي هناك مرأة تمثيل المرأة بطبيعة الحال تأخذ القرار في كل قطعة النقل كل مكاتب الوطنية تابعة للمنظمة الدمقاطية النقل والروجيسية تتواجد العنصر النسوي بقوة إما بمثل في إمرأة أو إمرأتين أو ثلاث في مكتب وطني لمهنية ومهنية المركز القرار ويأخذ القرار، بطبيعة الحال مكتب وطني وهو جهاز نفيدي يأخذ القرار، وهذه كيف ما قلت لك أستحنا منذ التأسيس آمنة بهذه المقاربة وننهجها ونجسدها اليوم على أرض الواقع من خلال نضيب هذه الندوة في هذا الفضاء الجميل وفي هذه الظروف الجميلة كذلك الندوة الآن لدرسية مع المنظمة الدمقراطية لنقل وروجيسية متعددة الوصائل لأن حول المرأة بمناسبة اليوم العالمين المرأة يعني اخترت العنوان إصنعي نجاحك يعني كيف تصنع المرأة نجاحة؟ بداية يجب التأكيد على أن المرأة العربية وخاصة المرأة المغربية هي مرأة ذات بصمات مميزة في الحياة وعبر التاريخ سواء التاريخ القديم أو الحديث أو حتى المعاصر ولكنها تحتاج إلى بعض التقنيات لا سيما التخطيط لا يمكن لأي إنسان أن يكون ناجح إلا إذا خطط لما سوف يريد فعله في يوم غد بعد أن يكتب الله العمر وبالتالي أولا التخطيط اثنين تحديد الأهداف على المرأة كي تكون ناجحة أن تحدد أهدافها وفقا لقدراتها وإمكانياتها وطاقاتها إذا خططت ثم وضعت الأهداف يجب أن تنفذ وتعمل الكثير منا يفشل بسبب ما نسميه بين قوسين التسويف الذي يؤجل عمل اليوم إلى غد سأبدأ سأفعل لا أنت خطط أنت لديك أهداف إذا يجب أن تعمل وأنا أرى أن المرأة المغربية خاصة المرأة العاملة والمرأة المهنية جديرة بأن يتم تأطيرها وتنمية قدراتها وهذا ما قامت به المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة